الأهداف الأممية للقضاء على الجوع بحلول 2030 باتت بعيدة المنال صورة قاتمة رسمتها منظمات الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو التي قالت في تقرير مشترك مع الصندوق الدولي للتنمية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات الصحة العالمية إن قرابة 800 مليون شخص تأثروا بالجوع العام الماضي مما يعني أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الغذاء الكافي والأسباب تعود إلى الصراعات العسكرية والظواهر المناخية القاسية والصدمات الاقتصادية وأشارت الفاو إلى أن العالم يبتعد عن هدفه المتمثل في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي بكل أشكاله بحلول 2030 مما يتطلب اتخاذ تدابير أكثر جرأة لتعزيز الصمود في مواجهة صدمات مستقبلية حصرتها منظمات أممية في استمرار أزمة أوكرانيا والطراب سلاسل التوريد وقع يثير قلق مراقبين باتوا يؤكدون أن التحديات التي يواجهها العالم تجاه الغذاء بحاجة إلى حلول جذرية بشكل عاجل